منتدى شارك الشبابي كان له بصمة فيما يتعلق بقرية الشباب وهي قرية ربما لأول مرة في فلسطين ونموذج نفخر به جميعاً أنشئت هذه القرية في العام 2017 ولكن اليوم نتحدث أكثر ماذا حققت هذه القرية بالعودة إلى السنوات الماضية تفاعل الشباب مع هذه المبادرة التي انطلقت في فلسطين لأول مرة ما الهموم والقضايا التي برزت عملية من خلال النقاشات المختلفة ورش العمل الفعاليات هل الشباب الفلسطيني بالفعل قضايا مختلفة عن الشباب العربي والشباب العالمي أم هناك خصوصية معينة فيما يتعلق بهذا الواقع معنا في الأستوديو بدر زماعرة الرئيس التنفيذي لمتدى شارك الشبابي أهلا ومرحباً أهلا وسهلا بك معنا بدر إلى بيت الكل وهذه الإطلالة عبر شاشات عربية أيضاً الشباب الفلسطيني والخصوصية في ذلك عندما نتحدث عن قرية الشباب وشارت في المقدمة أنها مبادرة مختلفة جاءت في ظروف أيضاً معقدة خلال السنوات الماضية كيف جاءت هذه المبادرة وما الذي حققته حتى الآن يعني قرية الشباب نربطها بالأمل الحقيقة عندما يشاهد الشباب إنجازاتهم على الأرض بدأ المشروع بالحلم ووصف بالجنون هذه القرية بدأت في مساحة بعيدة ومساحة نائية لا تستخدم إلا لأغراض زراعية بسيطة لا يوجد طرق لا يوجد خدمات لما بدأنا بالفكرة كنا نبحث عن مساحة وفضاء كبير لشباب فلسطين وأتحدث عن كل فلسطين حقيقة استضافت القرية شباب من غزة ومن الداخل ما قبل الحرب وتوقفت جزء من هذه الأنشطة والمبادرات بسبب الاحتداءات المستمرة على هذه القرية هذه القرية هي جزء من مشروع شبابي كبير الحقيقة شارك وآخرين عملوا عليه من المبادرين الشباب هون تحديدا لأن نخلق هذا المساحة لتكون فعلا نموذج وحصل وبنينا في هذه المنطقة البعيدة أصبحت مكان للعمل التطوعي مكان للتعايش مع الطبيعة ومكان لإرسال رسائل وطنية بأن هذه الأرض لشباب فلسطين هذه الأرض يعمروها بقوتهم الآن في هذه اللحظات يوجد مجموعات كبيرة من الشباب بالرغم من أننا حقيقة على تناقض كبير نحن نعمر في أرضنا وفي ذات الوقت المعدات تحفر بمشروع استيطاني جديد يبعد 100 متر فقط عن القرية وجود قرية الشباب بهذا الأمل وبهذا الحلم وبهذا العنفوان الشبابي وبهذا التواجد المستمر هو نموذج لتحفيز الشباب على العمل التطوعي والمجتمعي ولذلك شفنا أنه هذه بريق أمل كبير ومستمرين فيه والآن لدينا كثير من الأفكار لننشر هذه الفكرة في كل محافظات فلسطين لنقدم ذات الرؤية بالعمل التطوعي والمجتمعي وعادة استخدام المواد لنبني مواقع أخرى والمبادرون كثر في هذا المجل ولكن ما الذي برز خلال السنوات الماضية من خلال هذا العمل المباشر مع فئة الشباب والشباب الفلسطينيين والفلسطينيات الواقع مختلف عندما نتحدث عن مجتمعات مستقرة وهناك أهداف واضحة دون أي منغصات دون أي تحديات أي عقبات بالفعل الشاب يستطيع الوصول إلى تلك الأهداف ولكن واقعنا بدر مختلف نحن عن احتلال وأشارت إلى موضوع أنه بمئة متر عن قرية الشباب هناك منظومة استيطانية جديدة بقرة استيطانية جديدة صحيح يعني الطريق لم يكن معبد بالورود من بعد شهرين ثلاثة من بدء لاقة القرية مجموعة من الإختارات ووقف العمل وما إلى ذلك الاعتداءات كانت باستمرار مستمرة كان الشباب يسيروا وأنا منهم طبعا أكثر من ثلاث كيلومتر بطريق زراعي كنا نصل القرية سيرا على الأقدام وكان ما هذا المشوار الشاق وحتى لما زاروا كل الناس والمؤسسات الدولية والحكوم الكل يقول ما هذا الإصرار هنا المختلف تذكر مشروع تعبيد هذا الشهر أيضا طبعا طريق الأمل طبعا طريق الأمل اللي ما مننسى له هو طريق الأمل بتمويل فلسطيني ونجحنا بتمويله بأموال فلسطينية خالصة من الناس ومن شبابنا في غزة اللي جزء منهم استشهد حقيقة اللي تبرعوا وقاموا بشراء أمتار بهذا الطريق القرية الجديد فيها إياه هي مشروع إصرار ومشروع يتطور بالإرادة وأنا هنا ما بحكي عن مجرد عبارات اللي بزور القرية بشعر أنه هذه اللوحة الكبيرة الفسيفسائية واضح أن ما نقشها آلاف الناس اليوم ستبدأ الساعة العاشرة فعليات بمناسبة يوم الشباب العالمي ستنتهي الساعة الخامسة ستشاهد فرق إرادة الشباب بالرغم نكون وضحين من المخاطرة الشديدة ومن التعب ومن الشقاء ومن تثبيت وقائع على الأرض بأرضنا هي الأشياء المختلف والإصرار على الاستمرار في هذا المشروع بشجع الآخرين ودائما ما نقول للشباب لما بزوروا القرية أنه هذا جزء من الأمل الأمل أنه هنا من عمر رغم كل هذه السودوية ورغم الاحتلال ورغم كل الظروف القاسية اللي كنا بنعرفها رغم الحواجز أحيانا ساعتين وثلاث واربعة لما يوصلوا من محافظاتهم ليصلوا القرية إلا أنه منقول رغم كل هذه السودوية القرية عم تنمو رغم الاعتداءات والتكسير والتحطيم لمسرقة الموجودات بعد سبعة أكتوبر تخيل سرقة موجودات الشباب في القرية رغم ذلك تمام الأرض باقية وإحنا بقيين وهنا موجودين وعن من عمر وهذا لسان حال آلاف الشباب اللي يزوروا القرية هذه التناحى الفلسطيني والإصرار ماذا يقول؟ يعني في النقاشات بدر الدائرة ما بينكم في الفعاليات المختلفة وورش العمل المختلفة ما يتحدثون؟ بأي لغة يتحدث الشباب الفلسطيني هنا أمام كل المعطيات الحالية لن نتحدث فقط عن معاناتنا مع الاحتلال ليس من سبعة أكتوبر صحيح طبعا طبعا بديت أقول لك بعد البدء العمل بشهرين ثلاثة بالتالي عن أي معاناة يتحدثوا عن أي أمل يتحدثوا بطالة قلة فرص عمل محدودية التنقل بين المحافظات السفر قضايا كثيرة تطفع يتحدثوا أولا وهذا دائما بصراحة بلمسوا عن الهوية أن القرية هي جزء من الهوية بكل مكوناتها الهوية الفلسطينية بالزقاق والحوش والعبارات والقرى المهجرة وكل ما في القرية حقيقة اللي بتتجول فيها بشوف في فلسطين صغيرة بكل مكوناتها بالإرادة بالزيتون بإحنا شعار القرية ثلاث شجرات التين والزيتون والبلوط اللي هو الشجرة الأصلية في أرضنا الشباب يتحدثوا أنه هذا جزء من ما بقي لنا من أمل لازم نكمل وأحد العبارات اللي انتشرت حتى على السوشيال ميديا أحد الشباب في نشاط شاق بنقل مواد وكذا الأسبوع الماضي قال لهم مكملين ومهما صر يعني الرسالة الوحيدة أنه إحنا هذا منبرنا هذا مكاننا سنكمل فيه وبالتالي بصراحة يشجع وأنا بقول لك أنه كل ما كانت تضرر القرية أشعر بأنه الشباب يزيد إصرارهم ماشي كسروا وحنعمر بدهم يمنعونا مش حننمنع حنروح ليش لأنه إحنا أصحاب أرض أصحاب حق نشاطاتنا كلها سلمية نتحدث عن شباب يتطوع ويعمر أرضه دون أن يسبب أي أذى لأي إنسان لا بل على العكس نقوم بمساندة المزارعين والمحيطين ونقطف الزيتون رغم أنه الموسم الماضي كان مؤلم ونتأمل أنه هذا الموسم ما يكون لكن في إرادة هذه المرة مع الأسف طردنا من القرية وكل الأراضي المحيطة ليست فقط القرية وترك الزيتون سقط على الأرض كان من أبشع المسائل اللي فعلا ما رسها علينا الاحتلال رغم هيك من قول في إرادة قريةنا وما يدور فيها اليوم الساعة 12 بالمناسبة في لقاء متزامن مع الشباب في انصيرات في قطاع غزة سيكون هناك مؤتمر متزامن والشباب في قرية الشباب سيرسلوا الرسالة تحدياتنا وتحدياتكم واحدة ما تمروا فيه من إبادة هو يوجعنا ويؤلمنا وحاضر في كل محافلنا المتطوعين الستمية اللي موجودين في غزة وبيشتغلوا بقدموا خدمة للناس اليوم عينيهم على قرية الشباب تخيل والله كانوا ينشروا بوستات للاعتداءات البتن مع القرية اللي هو في الإبادة قديش القرية بتعني لهم لما قبل الحرب بثلاث أيام كان لدينا 25 متطوع تذكر انتشر الفيديو لما استقبلوا الفلسطينيين هؤلاء الشباب من غزة كانت فعلا ذكريات جميلة وبالتالي القرية تعني لهم الكثير لشباب غزة وتبرعوا فيها كثيرا ويأمل ويحلموا أن يشاهدوا جبالها كما قالوا أول مرة من شوف جبال تعرف غزة مستوية وكذا ففيها بعد وطني وفيها رسالة ولذلك شبابنا هنا بزيدوا إصرار في كل مرة في كل اعتداء في كل مشكلة بزيدوا إصرار بأن هذه القرية يجب أن تبقى رسالة الشباب الفلسطيني أيضا لإخوانهم الشباب العرب أمام كل هذه التحديات أمام حرب الإبادة الجماعية عندما نتحدث عن الألاف من الشهداء وكذلك المعتقلين في سجون الاحتلال هم من فئات الشباب الفلسطيني وبالتالي واضح أنه فيه استهداف كبير جدا لفئات الشباب وحتى الضغط عليهم باتجاه الهجرة وترك البلاد وما إلى ذلك من خلال التضييق الاقتصادي وكذلك الاستهدافات المختلفة إيش بنواجه أيضا لشبابنا العربي والشباب العالمي رسالة في هذا اليوم لمناصرة الشباب الفلسطيني رسالتي ورسالة الشباب وحقيقة نتحدث فيها باستمرار كل شبابنا هم طوقين للحرية ورسالتهم رسالة سلام ويسعى للاستقرار والأمن من يعمل تحت قصف الصواريخ وقصف البيوت وقصف المستشفيات في غزة ويقدم روحه الإنسانية وخسرنا حدهجر متطوع من المتطوعين بشكل مباشر أثناء عملهم الإنساني وهذه حقيقة كارثة أنا ما بتحدث لسه عن طواقم طبية بقول عاملين متطوعين رسالتي لشباب فلسطين أنه أولا أنه سنستمر ولن يعمر بلدنا إلا إحنا رسالتي للشباب العربي أنه في فلسطين هناك شباب طوقين للحرية يدركوا معنى الأمن والسلام ويدركوا معنى أن يعملوا في بلدهم فلسطين وبالتالي يقدموا كل ما لديهم من تطوع ومن أدوات رسالتي للشباب العالمي يجب أن يتضامنوا مع شباب فلسطين ويقول لهؤلاء الشباب اللي بعملوا في أصعب الظروف أنه لكم حق ومناصرتكم وعملكم في داخل الجامعات العالمية وهذا الحراك نحن ندعمه ونؤيده لأنه هذا تصويت الحق ولافت في كل الحراك الذي يأتي ومن فئة الشباب مهم يعني دائماً بقوله في كل المحافل نشكرهم وننحني أمام كل من وقف أمام هذا الإجرام وقال لا اللي حصل خلال العام الماضي أو خلال عشر شهور الماضية لم يكن عادي هذا الحراك الدولي والعالمي إحنا ندرك أهميته جامعات لم يكن يخرج صوت منها خرجت وبقوة مؤيدة للحق الفلسطيني وبالتالي لما كانوا بيزورونا بقرية الشباب حتى خلال وفود التضامن الدولي دائماً نقولهم هاي مش مجرد زيارة هذا تصويت للحق انتوا بجانب الشباب لما بتكونوا في قرية الشباب مش بس بتصوروا إطلاق النار وتكسير الموجودات انتوا بتقولوا إنه هذه فلسطين صاحبة حق وشباب أهم أصحاب حق نحن نشكرك جزيلاً شكر شكراً بدر زماعر المدير التنفيذي لمتدى شارك الشبابي على المشاركة معنا في هذه الحلقة الخاصة حول موضوع الشباب لمناسبة اليوم العالمي للشباب شكراً جزيلاً شكراً شكراً